اشتركوا في القناة الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السادس كما اعربوا عن اخلص التهاني لجلالته بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك راجين المولى تعالى ان يعيد هذه الايام الكريمة والليالي الفضيلة على جلالته وعلى اهل البحرين جميعا بالخير والبركة وقد رحب صاحب الجلالة الملك المعظم بالجميع وتبادل معهم التهاني بهذه المناسبة المباركة داعيا الله عز وجل ان يعيدها على البحرين وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات واضاف جلالته ان البحرين ولله الحمد وبتجاربها الناجحة وحرص اهلها على المحافظة على المستوى الراقي الذين نسعى معا لتطوره نحو الافضل دائما حيث ان مكانة البحرين تستحق حرص ابنائها المتواصل بان تكون في الطليعة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات واشار جلالته ان البحرين رائدة في التعليم والخدمات الصحية والبلدية وغيرها حيث احتفلنا بمئوية هذه الخدمات معربا جلالته عن تقديره للتوافق والتنسيق القائم بين السلطتين وتعاونهما البناء والذي يمثل احد الاسس الراسخة لعملية التطوير والتحديث في البلاد كما اشاد جلالة الملك المعظم بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناء لتطوير الاداء التشريعي والرقابي منوها الرعاه الله بما تحقق عبر مسيرة العمل الوطني من انجازات طالت مختلف مناحي الحياة وبجهود الكوادر الوطنية وبعطائها المتواصل في خدمة الوطن ان مملكة البحرين ماضية في نهجها الحضاري القائم على الوسطية والاعتدال والانفتاح وترسيق مبادئ التسامح والتعايش بما يعزز من التقارب بين الشعوب والثقافات واشاعة السلام والوئام في العالم وان شعب البحرين يحترم جميع الاديان والشعوب الاخرى بكل ترحيب واحترام دون تمييز مما يؤكد مستوى البحرين المميز وشعبها منذ القدم والتي توارثها الابناء عن الاجداد واعرب جلالته عن شكره على اخلاص وجهود اعضاء المجلسين في المجال البرلماني لكل ما فيه خير البحرين واهلها واننا بعون الله وتوفيقه مستبرون في تعزيز التكاتف والترابط الاخوي مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لكل ما فيه الخير والسلام من جالبهم اعرب رئيس مجلسي الشورى والنواب والحضور عن جزيل شكرهم وبالغ تقديرهم لحضرة صاحب الجلالة على حرص جلالته على تعزيز النهج الديمقراطي من خلال دعمه اللامحدود للسلطة التشريعية واشادته بما حققته من منجزات ومكاسب لصالح الوطن والمواطن هذا وقد شمل رد مجلس الشورى على الاشادة بما احتواه الخطاب الملكي السامي من التوجهات والاولويات حتى ينعم المواطنون بما قيض الله لهم من خيرات وما حباهم به من منجزات وعاهد اعضاء مجلس الشورى جلالته على العمل سويا مع السلطة التنفيذية لمراجعة التشريعات وسن القوانين الداعمة لحماية المجتمع البحريلي مثمنين حرص جلالته على تحرير التوافق سبيلا قويما ونهجا مباركا واشار المجلس الى ان ما تفضل به جلالة الملك المعظم من توجيه كريم بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي سيكون للسلطة التشريعية بمثابة النهج لتدعيم التشريعات بما يعزز التنمية المستدامة واعرب مجلس الشورى عن فخره باداء المرأة البحرينية واسهاماتها في النهضة الوطنية وما يقتضي ذلك نحو مزيد من العمل على مراجعة التشريعات المساندة للمرأة بما مشانه مضيها قدما من اجل تعزيز الشراكة والتمكين كما اعرب المجلس عن عظيم الفخر والاعتزاز بالانجازات المشرفة للقطاع الشبابي متعهدا بمزيد من التطوير للاطار التشريعي لهذا القطاع الهام وعاهد رئيس وعضاء مجلس الشورى جلالة الملك المعظم على المضي قدما بنسق اسرع نحو مرحلة متجددة في المسيرة التشريعية الوطنية اطارها التعاون قائمة على المستخلص من التجربة المديدة والمستصفى من الخبرة العتيدة من جلبه اكد مجلس النواب في رده على الخطاب الملكي السابع على المضي بكل عزم في تحمل المسؤولية الوطنية عبر استخدام الصلاحيات الدستورية في صنع القرار الوطني مستلهما من جلالته اهمية الحياة الدستورية والسعي الحثيث في تعميق اطر الممارسة الديمقراطية السليمة كما ثمن حرص جلالة الملك المعظم البالغ في صون منظومة القيم والتعاليم النابعة من الدين الحنيف والتقاليد البحرينية للحفاظ على سمات الهوية الوطنية المحصنة واكد مجلس النواب ان التوجيهات الملكية السامية نبراس للحراك النيابي المقبل بالوقوف صفا مع الحكومة الموقرة في جهودها الحثيثة لانفاذ خطط التعافي الاقتصادي وتخطي نقطة التوازن المالي منوها الى المضي في تحقيق برامج الدعم المالي والاقتصادي الممنوحة للمواطنين كما اعرب المجلس عن الفخر بالمرأة البحرينية ودورها الفعال في النهضة الوطنية مؤكدا على مراجعة وتطوير منظومة التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة ومشيدا لما حققه الشباب البحريني من انجازات مشرفة في الحياة العامة كما اشار مجلس النواب لاسهامه التشريعي والرقابي في الاهتمام بقضية التغيير المناخي وتحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية اشتركوا في القناة